أصغر طفل جالك العيادة كان عنده كم سنة بيعني بسبب موضوع دي؟ ست سبع سنين بيقول لك كوارث طبعا سرع؟ سبع سنين هو انت عارفها الأخطر من كده ايه؟ في مشكلة خطيرة بقى وانا عايزة أوجهها نصيحة ان لما بيحصل طلاق وبيخش في مشاكل ان في كل طرف من الأطراف بيكره الولاد في الطرف التاني بيكره الولاد في الطرف التاني نفس شكل سحنة مامتك نفس مش عارف يخلق أبوكي الولد يصدق مين إذا كان الأب بيكره في الأم والأم بتكره في الأب فالولد بيفقد المصدقية هو انتوا فعلا حقيين ولا بتعمله ايه؟ لو دائما ضربني دائما افترع علي ويبدأ طرف يأثر على الطرف التاني يعني انا كان عندي مشكلة ان حصل طلاق والرجل ده ملتزم جدا في المصارف جدا مع ولاده وفي مدارس انترناشر وحاجات كبيرة جدا لدرجة انهما بياخدوا أوامر من الأم ان انتوا ما تردوش على الأب بالتليفون يا حرام لدرجة انه وصل ان الولاد يعني يطلبوا بحقوقهم مثلا يا جماعة الموضوع مش حارب احنا بنخلق ولاد غير سوية وعايز اقول حاجة ما هو اللي جاي في يوم من الأيام لما ابني انا لما مشكلة انفصال وفي مشاكل كبير جدا ما بين الأب والأم لو بنتي انا عندي بنت طيب البنت دي اللي جاي يسأل عليها أول حاجة يسأل يقولك ايه؟ هو العلاقة ما بين الأب والأم عامل ايه؟ ما انا بقول عادي ممكن يكون في انفصال طيب هما بعد الانفصال بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ يقولك ده في حرب نعم بيشتموا بعد بس دمار وفيش تام فالناس تبدأ تنسحب فاحنا حتى كمان بنقصر على الولاد فيه؟ في مستقبلهم في حياتهم اللي هيكملوها ترجمة نانسي قنقر